بصفتكم الجناح الشرقي لحلف الناتو فأنتم في الخطوط الأمامية لدفاعنا الجماعي أنتم تعلمون أكثر من أي شخص آخر ما هو على المحك في هذا الصراع ليست فقط أوكرانيا من هي على المحك إنما أيضاً الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء أوروبا والعالم هذا ما تحدثت به مع الرئيس زيلنسكي وهذا ما أقوله لكم اليوم في سبيل إعادة تأكيد التزامنا المشترك بهذه القيم